اشادت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينر رئيسة مجلس النواب بالقرارات التي اعلنها الفريق الوطني الطبي لتصدي لفيروس كورونا بعد العرض على اللجنة التنسيقية وفق المستجدات والمعطيات وربط تلك القرارات بأخذ جرعتين التطعيم بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع وحماية الآخرين معربة معاليها عن عظيم الثناء والاعتزاز بتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى والتي تأتي وفق منهجية انسانية حضارية رفيعة تؤكد الدور البارز لمملكة البحرين في دعم الجهود العالمية لتصدي لفيروس كورونا وبالرؤية القيادية الإدارية الرفيعة والمتميزة التي ينتهجها صاحب السمو الملكي وليلعهد رئيس مجلس الوزراء بكل حكمة واقتدار وفق خطوات مدروسة حكيمة وثابتة وراسخة من أجل ضمان صحة وسلامة الجميع ومن أجل حماية الوطني والمواطني والمقيمة مؤكدة معاليها أن قرارات الفريق الوطني الطبي تصب في صالح الإجراءات الصحية والوقائية وأن دعم حملات التطعيم وزيادة الوعي المجتمعي من شأنه أن يحقق لمملكة البحرين والجميع من مواطنين ومقيمين التطلعات والأمال والخير والنفع والنماء والازدهار وأهبت معاليها بالمواطنين والمقيمين بالتجاوب الكريم مع الحملة الوطنية وأخذ جرعتين التطعيم وفق كافة الخيارات المتاحة والتسهيلات المطروحة والعمل معا من أجل دعم جهود فريق البحرين بعزم وطني وشراكة مجتمعية وحضارية اشتركوا في القناة